اشتركوا في القناة كل عنصر على شاشة الرسم يكون له صفات خاصة به تبعاً لنوعه بعض الخصائص تكون عامة وتطبق على كل عناصر مثل خاصية الطبقة، اللون، نوع الخط ويوجد صفات أخرى خاصة بكل عنصر على حدة لمعرفة أو تغيير خصائص كائن ما نختار أولاً هذا الكائن نختار هذا الكائن ثم نضغط كليك يمين ومن ثم نختار Properties الآن تظهر لنا نافذة الخصائص وهي مقسمة إلى عدة أقسام منها General و3D Visualization والGeometric أما General فتحوية الخصائص العامة للعنصر مثل اللون والطبق الحاوي على هذا العنصر Layar وLine Type نوع الخط وLine Type Scale مقياس الخط وPlot Style خط الطباعة وLine Weight سماكة الخط وTransmancy الشفافية وHyperlink دراج رابط وThickness السماكة أما 3D Visualization فهي متعلقة بالوضع 3D أما Geometric بيحطي على الأحداثيات الهندسية للعنصر مثل Start X بداية الخط على المحور X Start Y بداية الخط على المحور Y وStart Z بداية الخط على المحور Z وEnd X نهاية الخط على المحور X وEnd Y نهاية الخط على المحور Y ولدينا أيضاً Length وأنجت الزاوية لأننا نقوم بإغلاق نافذ الخصائص الآن بإمكاننا ندخول إلى نافذ الخصائص من منطقة أخرى من خلال تبويب Home من دوحة Properties نضغط على هذا الزر تم فتح نافذة الخصائص كما بإمكاننا الضغط على العنصر Double Click فتظهر لنا نافذة الخصائص المختصرة نلاحظ Color, Layer, Line Type و Length كما بإمكاننا إضافة المزيد من الخصائص لعرضها في هذه النافذة من خلال Customize تظهر لنا نافذة الخصائص الآن نختار المزيد من الخصائص لكي تظهر في نافذة الخصائص السريعة نقوم بإظهار هذه الخصائص وأيضاً نختار الأنجل نضغط الآن OK الآن نضغط Double Click على A Answer نلاحظ ظهرت المزيد من الخصائص في نافذة الخصائص السريعة الآن لإزالة الخصائص المضافة نضغط على Customize نقوم بإزالة التأشير من على هذه الخصائص نضغط على OK نلاحظ هذه الخصائص الافتراضية نقوم بإغلاق هذه النافذة نضغط Escape لخروج من الأمر يستخدم أمر Match Properties لنقل الخصائص من عنصر إلى آخر سواء كان هذا العنصر في نفس اللوحة أو في نفحة رسم أخرى نلاحظ أن الخط الأرجواني في طبقة EB4 والخط الأصفر في طبقة EB Shell الآن نقوم بنقل خصائص عنصر هذا الخط إلى العنصر الأصفر نصل إلى الأمر Match Properties من تبويب Home من لوحة Properties نختار Match Properties أو من خلال كتابة MA ضمن Command Bar ثم نضغط Enter الآن Select Source Object نختار العنصر الأول الآن Select Destination Object نختار العنصر الثاني نلاحظ تم نقل خصائص العنصر الأول إلى خصائص العنصر الثاني يستخدم أمر الاختيار السريع Quick Select لاختيار عناصر التي لها خاصية مشتركة وذلك بتكوين مجموعات تحديد حيث يتم اختيار عناصر أسم داخل الرسمة بالاعتماد على خصائصها عن طريق وضع قواعد معينة للاختيار مثل اللون، الطبقة، نوع الخط، سمك الخط الآن نقوم بتطبيق مثال عن عملية تحديد السريع لدينا هذه العناصر Rectangle وسircle وبولي لين وإليبس ولين وارك نصل إلى أمر التحديد السريع من خلال تبويب Home من لوحة Utilities نختار Quick Select الآن هذه نافذة التحديد السريع لدينا معايير الاختيار Apply To من أين نريد الاختيار؟ نافذة الرسم لدينا Object Type ما هو الأنصر التي نريد اختياره؟ إما Multiple أو Circle أو Polyline أو Line أو R أو Ellipse نختار Ellipse الآن ما هي Properties الخاصية التي سنقوم بالفلترة من خلالها؟ إما Color أو Layer أو Line Type أو Line Type Scale أو Blot أو Line Wide أو Transpensy لدينا هنا Operator ما هو المعيار؟ إما Equals يساوي أو لا يساوي أو Select All أي اختيار جميع العناصر المختارة في الأعلى ضمن صندوق الProperities نختار Equals نختار نختار اللون نختار اللون الأصفر الآن How To Apply إما Include a New Selection Set الاختيار ضمن الخصائص المحددة أو Exclude from New Selection Set أسسنا الاختيار نضغط على OK تم اختيار Ellipse من خلال الخصائص التي قلنا باختيارها الآن لنقوم باختيار سريع آخر نقوم بتحديد نوع Polyline نختار Color لون سيان نضغط على OK تم تحديد Polyline الآن نقوم بتطبيق أمر Exclude الاستثناء نقوم بتحديد هذه العناصر نقوم بتفعيل أمر التحديد السريع نختار Current Selection Polyline نقوم بتحديد Red نقوم باختيار Exclude نضغط على OK نرحل تم استثناء العناصر التي باللون الأحمر من التحديد الآن سوف أقوم باختيار العناصر بموجب مساحتها ولكن أولاً أريد حساب مساحتها من خلال أمر Area نضغط Enter الآن نختار الأمر Object الآن نحدد العنصر نراحض أن المساحة Area 286,185 نقوم بحساب مساحة العنصر الثاني نراحض أن المساحة 213,390 الآن سوف أقوم بتحديد العناصر التي مساحتها أقل من 285,000 الآن نختار أمر اختيار السريع Quick Select نقوم بتحديد Polyline الآن نختار منها خاصية Properties المساحة Area أريد اختيار المعيار Less than 285,000 الآن نختار include a new selection set نضغط على OK نراحض تم اختيار هذا العنصر الآن سوف أقوم بحساب مساحة هذا العنصر Area اختار Object نراحض أن المساحة 286,000 والعناصر الحمراء هي متشابهة 285,000 واحدة قياس مربع أي لدينا عنصر واحد مساحة أقل من 285,000 وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس إذا كان لديكم أي استفسارات أو مقترحات شاركونا بها من خلال كتابتي في التعليقات شكرا لحسن متابعتكم وإصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته